شنت لجنة الأمن والدفاع النيابي هجوما لاذعا على القوات الأمريكية المنتشرة على الحدود العراقية السورية وصفة وجودها بالمخرب والمثير للفوضى الأمنية في العراق وقالت اللجنة في بيان إن جميع الخروقات الأمنية في المناطق الحدودية حصلت برعاية ما يسمى بتحالف الدولي الذي تتزعمه واشنطن على حد قولها ووصفت بناء القوات الأمريكية بالقرب من الحدود العراقية السورية بمحاولة خلق مشاكل أمنية وفتح ثغرات لعناصر تنظيم دعش